موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 4 لسن 2 اليونت الرابع الدرس الثاني ماي بروغرس تقدمي موجودة في صفحة 55 من كتاب الطالب صفحة 53 من كتاب النشاط قبل ما نعود الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمه الأستاذ طاع السين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي صفحة 55 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة ماي بروغرس تقدمي بصفة مكتوب مراجعة مثل ما وضحنا اليونت الرابع هو مراجعة للوحدات السابقة نكمل سلسلة المراجعة مع قطعة الكاملز الجمال قطعة جدا مهمة بالامتحان التحريري ننتبه هذه أول قطعة في منهج الخامس الابتدائي اللي أسئلتها لا true false صح الخطأ ولا فراغات وأنما أسئلة صريحة نثرية نطلع عجابتها من خلال النص اللي نقرأ عن قطعة الجمال فرح يجيب لي هذه القطعة بالامتحان الممكن ويجيب لي الأسئلة المتعلقة بيها اللي موجودة بأسفل الصفحة لذلك لازم نفهم القطعة ونفهم الأسئلة ونعرف شون نحلها من خلال النص اللي من طينيها لذلك رح نقرأ النص نوضح مفرداته ونحاول نحل الأسئلة المتعلقة بيه اللي هي عبارة عن أسئلة صريحة نقرأ النص camels الجمال there are two types of camels هناك نوعان من الجمال the arabian camels الجمال العربية has one hump لديها سنام واحد hump معناها سنام سنام الجمل إذن أدنا نوعين النوع الأول اللي هو arabian camels الجمال العربية has one hump لديه سنام واحد and the Asian camel والجمل الآسيوي has two humps لديه سنامان إذن عدنا جمل عربي وجمل آسيوي الجمل العربي لديه one hump سنام واحد والجمل الآسيوي لديه two humps سنامان camels can be many colors من الممكن أن يكون الجمال بعدة ألوان from white من العبيض to brown إلى البني to black وحتى هناك جمال سوداء camels like to live together الجمال تحب أن تعيش سوية in big groups في مجموعات كبيرة they are intelligent animals إنها حيوانات ذكية إذن إذا سألني قل لي what is a camel like كيف يبدو الجمل شن صفته فأقول لي intelligent they like to live in big groups ويحبون أن يعيشوا في مجموعات كبيرة a camel's body جسم الجمل is good for living in the desert جيد للعيش في الصحراء why لماذا لماذا جسم الجمل جيد للعيش في الصحراء they have big soft feet الجمال لديها أرجل كبيرة نائمة to walk on sand لكي تسير على الرمال sand رمال they keep their fat and humps تحافظ الجمال على السمنة داخل السنام هذه المعلومة جدا مهمة ماذا تضع الجمال في السنام they keep the fat السمنة to help them stay cool هاي السمنة تساعد الجمل على أن يبقى cool معتدل البرودة they have small hairy ears لديها أذن صغيرة ذو شعر and thick eyelashes ورموش سميكة العيلاش هو الرمش to protect them from the sand شين فائدت هذا العيلاش اللي هو الرمش to protect them لكي تحميها from the sand من الرمال العيلاش اللي هنه الرموش رموش الجمل تساعدها أن تحميها from the sand من الرمال camels can close their noses too ويمكن للجمال أن تغلق أنفها أيضا camels can drink a lot of water when they need to يمكن للجمال أن تشرب الكثير من الماء عندما تحتاج إليها a thirsty camel الجمل العطشان thirsty can drink about 135 liters of water in one go يمكن للجمال أن تشرب حوالي 135 لتر من الماء في رحلة واحدة فننتبه شقد تقدر تشرب إذا كانت عطشانة thirsty one hundred thirty five liters of water 135 لتر من الماء a baby camel called cough يطلق على صغير الجمل مولود الجمل شنسميه نسميه cough it is born without hump يولد بدون سنام مثل ما تلاحظون بالصورة صغير الجمل ليس لديه سنام لما يكبر يصير عنده سنام هذا ما يخص قطعة camels الجمال ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بيها أسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري فنحاول نحلها من خلال النص اللي منطينيها عن الجمال number one أولا does the arabian camel have two hams هل الجمال العربية لديها سنامان أرجع للقطعة أشوف الجواب إذا كان yes no no نعرف أن الarabian camel has one hams الجمال العربية لديها سنام واحد إذن أقول لها yes no no أقول لها no no it doesn't كلا هي ليست كذلك لا تحمل سنامان ذاك الasian camel has two hams الجمل الآسيوي لديه سنامان وليس العربي number two ثانيا what are camels like كيف تبدو الجمال ما هي صفة الجمال ذكرنا بالقطعة إن الكاملز like to live together they are in big groups تحب أن تعيش سوية في مجموعات كبيرة هذه الصفة الأولى they are intelligent إنها حيوانات ذكية هذه الصفة الثانية فأقول لها they are intelligent إنها حيوانات ذكية social اجتماعية شون عرفت من الاجتماعية لأنها they like to live in groups تحب أن تعيش في مجموعات كبيرة لذلك تعتبر هذه الحيوانات social اجتماعية number three ثالثا what do camels keep in their hams ماذا تحفظ الجمال في سنامها شون اللي تخليه بالسنام ذكرنا بالقطعة إن الجمال تحافظ على السمنة في سنامها فأقول they keep their fat in hams تحافظ على السمنة في السنام بشون تفيد السمنة قلنا تخليها stay cool تبقى في حالة معتدلة البرودة بقول they keep fat in their hams تحافظ على السمنة في سنامها number four رابعا why do camels close their noses لماذا تغلق الجمال أنفها ذكرنا بالقطعة إن العيلاشز اللي هن الرموش وكذلك close their nose تغلق أنفها ليش to protect them from the sand لكي تحميها من الرمال فأقول to protect them from the sand لكي تحميها من الرمال number five خامسا do camels drink 135 liters of water in one go هل الجمال تشرب 135 لتر من الماء في رحلة واحدة ذكرنا بالقطعة إن الثرستي كامل الجمال العطشان can drink يمكن أن يشرب about 135 لتر من الماء في رحلة واحدة إذن أقول لي yes نعم شوكت when they are thirsty عندما تكون thirsty عطشان إذن الجواب يكون باي صيغة yes نعم يمكن أن تشرب 135 لتر من الماء في رحلة واحدة شوكت when they are thirsty عندما تكون عطشان هذا ما يخص هذه القطعة قطعة الجمال قطعة جدا مهمة بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب ليها بالسؤال الأول يجيب للقطعة كاملة ويجيب للأسئلة المتعلقة بيها نحاول أن نفهم القطعة ونحفظ الأسئلة والأجوبة المتعلقة بيها ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين أي complete the sentences أكمل الجمل التالية use words from the box استخدم الكلمات داخل الصندوق فهنا أنا منطيني مجموعة من الجمل اللي بيها فراغات أحاول أملي هذه الفراغات بالكلمات اللي منطيني إياها بداخل هذا الصندوق هذا السؤال المهم جدا بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب ليه بسؤال قواعد يجيب لي أحد من الجمل ما يجيب ليه على شكل إسقاطات وإنما يجيب ليه على شكل اختيارات فهنا أنا مثلا نمبر وان أولا فراغ هيروشي ومينورو from Italy no they فراغ منطيني السؤال وجواب احنا نعرف أن السؤال اللي يكون عنا الجواب بno أو yes يبدأ فعل مساعد فشن الفعل المساعد المناسب للجملة لازم هنا نكون فعل مساعد هيروشي ومينورو جمع شن الفعل المساعد اللي ناسب الجمع أكيد الفعل هيروشي ومينورو من إيطاليا الجواب أكيد لا أقول no they بما أنه منطيني no أقول they they تأخذ are not aren't مختصر مع are not هي aren't نمبر 2 ثانيا macaroni is a famous فراغ food and claycha is a famous فراغ cookie شنو الكلمات المناسبة للفراغ الماكرونة هي أكل فراغ مشهورة شنو الكلمة المناسبة للفراغ نعرف نحن الماكروني أكلة إيطالية فأقول famous Italian food أكلة إيطالية مشهورة and claycha is a famous فراغ cookie هي عبارة عن كعكة فراغ مشهورة شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد Iraqi famous Iraqi cookie كعكة عراقية مشهورة نمبر 3 ثالثا I فراغ to learn English because I want to فراغ to other countries أنا فراغ أنا تعلم اللغة الإنجليزية لأني أريد عن فراغ إلى بلدان أخرى شنو الكلمات المناسبة للفراغات أول فراغ أكيد أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية فالكلمة المناسبة want I want to learn English أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية ليش because I want لأني أريد to فراغ to other countries فراغ إلى بلدان أخرى شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة travel أريد أن أسافر إلى بلدان أخرى نمبر 4 رابعا فراغ أخلي أداة السؤال فأداة السؤال المناسبة للجملة هي what time what time do you go to bed ما الوقت الذي تذهب فيه إلى النوم فهنا عنا يجاوب مثلا I usually go أنا غالبا أذهب ويكملها مثلا at 7 o'clock at 8 o'clock إلى آخره هذا ما يخص تمرين أي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن يجين بسؤال قواعد يجيب لي أحد الجمل ويخيرني مثلا يقول لي are low is بما أن الفاعل جمع أخلي له are هذا ما يخص تمرين أي أما تمرين ب much the parts of the camel to the picture write the words اكتب أجزاء الجمل ب الصورة اكتب الكلمات منطيني مجموعة من الكلمات اللي يدلي على أجزاء الجمل ومنطيني صورة ما أشرلي بيها على أجزاء الجمل اكتب الكلمة المناسبة لكل جزء من أجزاء الصورة مثلا hump هامب ذكرنا بالقطعة معناها سنام يا جزء من أجزاء الصورة يدلي على سنام أكيد هذا الجزء فأكتب هامب في هذا الفراغ وأقول هامب السنام أما الجزء الثاني ear ear معناها الأذن يا جزء من أجزاء الصورة مناسب لكلمة ear أكيد هذا الجزء فأكتب ear في هذا الفراغ الجزء الثالث tail tail معناها الذيل يا جزء من أجزاء الصورة مناسب لهذه كلمة هذا الجزء فأكتب tail في هذا الفراغ feet الأقدام نعرف أنه foot قدم O هنا معناها قدم جمعها feet أقدام فيا جزء من أجزاء الصورة مناسب لهذه الكلمة أكيد هذا الجزء أكتب feet في هذا الفراغ وال eyelash اللي هو الرمش يا جزء من أجزاء الصورة مناسب لهذه الكلمة أكيد هذا الجزء فأكتب eyelash أما الجزء الأخير اللي هو nose الأنف يا جزء من أجزاء الصورة مناسب لهذه الكلمة أكيد هذا الجزء فأكتب نوز في هذا الفراغ هذا ما يخص تمرين بي ذنني كلمات أحاول أحفظ معناها لأن تفيدني جدا بقطعة الجمل إذا أجاب ليها بالسؤال الأول بالامتحان التحريري هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا جدا مهمة بالامتحان التحريري من الممكن أن يتجين بالسؤال الأول ويجيب للأسئلة المتعلقة بيها وضحنا القطعة وعرفنا شواء نحل الأسئلة المتعلقة بيها من خلال النص اللي منطيني إياه وكذلك أخذنا تمرين أي تمرين جدا مهم من الممكن أن يجيني بسؤال القواعد يعتبر مراجعة شاملة لمواضيع قواعد اليونت الأول والثاني والثالث وتحديدا بكيفية السؤال باستخدام فعل مساعد والإجابة عنه إلى آخره بالإضافة إلى تمرين بي وعرفنا أن نذلل الأجزاء أجزاء الجمل لازم نحفظها كمعاني لأن تفيدني إذا جاب لي قطعة الجمل بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سلسار أو أضافة تحبوا أن تقدموها تقدمو تتواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة